بينما قرر أحد المصريين أن يشاركه باقي أبناء وطنه فرحته العارمة كان آخر يؤمن لهم وطنهم من دنس الإرهاب والقاسم المشترك بينهما هو العلم المصري ذلك العلم الذي يظل مزينا للنجم المصري محمد صلاح خلال مشاركته في احتفالات فريقه بالفوز بلقب الدور الإنجليزي الممتاز بعد ثلاثين عاما من غياب الردز عن منصات تدويج أقوى دور في العالم لقب ساهم صلاح في إحرازه بأهداف التسعة عشر بالإضافة إلى عشر تمريرات حاسمة قبل جولة من نهاية موسم تاريخي لليفربول بكل ما تحمله الكلمة من معنى لقطة صلاح والعلم انعكس صداها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ليتصدر هاشتاج على مصر قائمة الأخطر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر سماء انجلترا لم تكن وحدها من شهدت ارتفاع العلم المصري ففي كندا أيضا وبالتحديد في مقاطعة انتاريو تم رفع العلم المصري على مبنى برلمان المقاطعة احتفاءا بشهر الحضارة المصرية وهي المرة الثانية التي تشهد كندا رفرفة العلم المصري على أراضيها تحية لكل من شارك في هذا الانجاز اللي بيهدف الى تعزيز العلاقات من مصر وكندا اما تحت سماء الوطن فلم يغب العلم المصري مرفرفا في جميع الارجاء حتى وان حاول الارهابيون طمس ذلك فهناك من يقف لهم بالمرصاد حتى وان كانت حياته احد خير اجناد الارض فداء لذلك ليظل العلم المصري مرفرفا في مشارق الارض ومغاربها اشتركوا في القناة